14 أسيراً حوثياً وسعودياً أفرج عنهم في عملية تبادل جديدة إذا أعلنت مؤخراً ميليشيا الحوثي إفراج السعودية عن 13 عنصراً حوثياً مقابل إفراجها عن أسيراً سعودي وهي عملية تأتي مقدمة لتنفيذ الصفقة المتفق عليها لتبادل الأسرى والمعتقلين نهاية الأسبوع الجاري وفق القياد الحوثي ورئيس ما يسمى لجنة الأسرى والمعتقلين التابعة للميليشيا أما بالنسبة العملية تبادل الأسرى المتفق عليها بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ما زالت بحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال ترتيبات بدء عملية التبادل اللجنة الوسيطة تقول إن الترتيب لهكذا عملية يتضمن مراحل متعددة ويمكن أن تكون معقدة للغاية وهناك حاجة لمزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات المتفق عليها قبل بدء العمليات كما تؤكد أنها على اتصال مستمر مع جميع الأطراف ذات الصلة لضمان تنفيذ عملية الإفراج المقبلة وفقاً للقانون الدولي الإنساني على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف في سويسرا في مارس المنصر وهو توضيح يأتي بعد الاتهامات المتبادلة بين الحكومة وميليشيا الحوثي بشأن تأجيل إتمام عملية التبادل لا يزال ملف الأسرى معلقاً منذ سنوات وسط عجز المجتمع الدولي عن الضغط على الأطراف والإفراج عن الكل مقابل الكل ترجمة نانسي قنقر